رحيل الفنان القدير ماهر لبيب أستاذ ماهر هو رائد الدراما والأفلام المساحية هو الأب الشرعي الحقيقي للدراما والأفلام المساحية مش بس للدراما والأفلام المساحية والأب الحقيقي لمجمل العملين في هذا المجال وأنا أولهم أستاذ ماهر من الفنانين اللي كانوا بيتميزوا بدماثة الخلق والرئة والطيبة والاحتضان والمساعدة والمحبة هو وزوجته الرحيل الفنانة القديرة عواطف تكلة كانت أيضا أم حنونة على جميع العاملين في هذا المجال أستاذ ماهر فنان قدير كممثل ككاتب كمخرج كأستاذ لمادة التمثيل فنان بمعنى الكلمة الحقيقة هنفتقده وهنفتقد محبته أستاذ ماهر قدم أعمال كتيرة أيضا بخلاف الأعمال الدينية زي كراكم في الشارع وواجه الأمر ويوميات ونيس وأدهم وزينات والتلات بنات والشيطانة والجزور كان بيقدم أعمال تراجدي وأعمال كوميدي وأدوار شر كان فنان متميز جدا وأب حنون جدا خالص عزقنا لمحبيه والجمهوره والابنه الفنان الدكتور الصديق رأفة ماهر ربنا يعزي قلبك ويعزي قلوب كل محبيه إحنا الحقيقة كان لنا شرف أنه يكون لنا حوار في برنامج مساء الخير مع الأستاذ ماهر لبيب يعني اتكلم فيه عن مشواره وعن أعماله هناخد جزء بسيط من هذا الحوار وربنا يعزي كل أموره إيه التطور اللي حصل من ساعة ما بتدينا لحد دلوقتي حارك شايفه تطور جيد ولا شايف أنه احنا بنا تراجع وشايف أنه عندنا مشكلة في أزمة صناعة الأعمال الدينية ولو فيه مشكلة إيه هي المشكلة أزمة في الصناعة وأزمة في الفكر وأزمة في الانتاج في الصناعة طبعا اهتمت الناس بالصورة دون الكلمة لأنه مفروض في السينما حينما نتكلم عن فضيلة أو قوة فيها شحنة جمدة للمتفرق لازم الكاميرا تخرص تثبت حتى الموسيقى التصورية يا إما تباهد الحدث ده أو تعقب عليه لكن ساعة الكلمة الفضيلة دي كل شيء يسكت إذن إحنا الأزمة عندنا أزمة صناعة وأزمة صناعة أيوة وأزمة فكر وأزمة فكر ربنا يرحم أستاذ ماهر ويعزي جمهوره ويعزي كل محبي ترجمة نانسي قنقر